موسيقى أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين أتمنى لكم بداية يوم حلوة وموفقة وهذه حلقة جديدة من صباحكم على شاشة اليو تي في رح نكونوا إياكم على مدى الساعة ونصف من الآن بمختلف المواضيع والفقرات صباح الخير بلد صباح الخير آية وصباح الخير على كل الناس اللي دا يتابعونا ونحن نعيش آخر أيام من 2023 وهذه الأيام اللي ننتظر بها الدخول إلى سنة جديدة سنة خير على كل الناس إن شاء الله طبعاً أكوناس مؤمنين بالسنوات اللي هي أعداد الزوجية فمتحضرين ومتهيئين ومهيئين نفسهم للبداية الجديدة كل الأحوال لازم نحتفل ونفرح بهذه الأيام مهما مرت علينا من ظروف نحن متعودين بالعراق سنواتنا لازم تكون بيها ظروف لازم تكون بيها مصاعب بس بنفس الوقت لازم نقول أكو حياة وأكو أمل وباتشر أفضل خليكم إيا أنا وعدكم خبر أعدكم خبر نبيها اليوم من أسعار السوق المحلية حيث أعلنت وزارة التخطيط عن تسجيل انخفاضاً ملموساً في أسعار المواد الغذائية في السوق بعد ارتفاعها خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في سياق أو أوضحت عفواً وزارة التخطيط أن أسعار المواد الغذائية انخفضت خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 0.8% فيما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 2.9% وكذلك الحال مع الفواكه والزيوت والدهون في سياق آخر أكد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني عزم الحكومة على الماضي في استكمال مشروع النبراس للبترو كيميائيات بكامل قدرتها المشروع قد تأخر وعانى من التلك منذ عام 2015 أشار السوداني إلى أن السوق العراقية بحاجة إلى المواد الأولية البترو كيميائية لدعم الصناعة الوطنية والانتقال إلى إنتاجها محلياً كما أن جهود إصلاح الاقتصاد لن تكون فعالة إلا بالاعتماد على التنمية والمضي بالمشروعات الستراتيجية الكبرى مثل مشروع النبراس في السياق ذاته أعلنت وزارة التجارة أن مشروع السلة الإنشائية سيتم العمل به وإطلاقه مطلع العام المقبل بعد إكمال الاتفاق مع بوابة أور الإلكترونية لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني وبينا أن هذا البرنامج يتيح للمواطنين الراغبين في البناء الحصول على مواد البناء بأسعار مناسبة وبإمكانية الدفع عبر أنظمة الأقصاد المريحة أكدت التجارة أن مشروع السلة الإنشائية تسهم أو يسهم في إحداث توازن في سوق المواد الإنشائية وستتيح هذه السلة توفير مواد البناء الأساسية بما في ذلك مواد الإنارة والكهربائيات والسيرامي كما أكدت أنها ستقوم بتوفير هذه المواد عبر عمليات استيراد وشراكات مع وكالات عالمية وإلى مديرية المرورة العامة التي أعلنت أن مسألة الكاميرات الذكية في التقاطعات لا زالت قيد التجربة وفيما أكدت أن عمل الكاميرات هو رصد المخالفات في الطرق الداخلية ولم يتم تسجيل أي غرامة حتى الآن مبينة أن تفعيل هذه الكاميرات سيكون خلال الأيام المقبلة أوضحت المديرية أن المخالفات المرورية بالنسبة للكاميرات الموضوعة بالطرق الداخلية ستتضمن فرض غرامة على عدم ارتداء حزام الأمان للسائق والراكب بجانبه فضلا عن التجاوز على السايد الأيمن وعرقلة حركة السير واستخدام الهاتف النقال إلى جانب عدم وضوح اللوحات المرورية والسير عكس الاتجاه أما في خبرنا الأخير مشاهدين فقد أعلن مرصد العراق الأخضر المعني بالحفاظ على البيئة عن ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 84% خلال العام الحالي معتبرا هذا الأمر خطوة إيجابية لمكافحة التغيرات المناخ لفت المصدر إلى أن من أسباب ارتفاع نسبة المبيعات للسيارات صديقة البيئة هي انخفاض أسعارهم فضلا عن إدراك الناس أهميتها وتقليل استهلاك المحروقات أكثر من السيارات ذات الاحتراق الداخلي الاعتيادي لكن هذه الثقافة لحد الآن منتشرت بشكل كامل وهي الناس تتخوف من السيارات التي تعتمد على الشحن وعلى البطارية لعدم انتشارها وعدم وجود المحطات للشحن بشكل أكبر وبشكل وفرة لذلك نتمنى أنه تنتشر أكثر حتى يكون أسرع وقت بلا لرغم أكو تخوف من بعض الناس أنه ممكن أنه تخلص البطارية أو الشحن أو المحرك ما يتحمل البطارية أو المحرك ما يتحمل خاصة أنه إحنا صيف الرجال الحرارة جدا مرتفعة بس أكيد مع هذا كلنا إيمان بالتكنولوجيا وتقدمها أكيد راح تكون أكو حلول لكل هذه المشاكل مع مرور الوقت مشاهدين على ذكر المناخ والتغيرات خلونا نروح نشوف أخبار التقص في عموم المحافظة مشاهدين الآن نروح إلى فقرة المرور خلونا نشوف حركة السير في شوارع العاصمة برداد اشتركوا في القناة غني يا بغداد كونسرت موسيقي عالمي بألحان وعزف لنخبة من الفنانين الموسيقيين بقيادة المايسترو سالم عبد الكريم حيث ستحتضن العاصمة الأرمانية ياريبانا الكونسرت العالمي الذي سيحل اسم غني يا بغداد بمشاركة موسيقيين من مختلف دول العالم الكونسرت من إنتاج قناة يو تي في لكل مشاهدي شاشة يو تي في ليلة رأس السنة رح نكون وياكم بنقل مباشر لهذا الكونسرت رح نستمتع سويا بسماع الأغاني التراثية العراقية لكن هذه المرة بمسرح عالمي في أرمينيا بمشاركة موسيقيين عالميين كاميرتنا صورت جزء من البروبات والتحضيرات الخاصة بالحفل خلينا نروح نشوف وياكم هذه اللقطات خصوصاً إلى جمهورنا العراقي والعرب رح يستمعون إلى أغاني عراقية وبأسلوب آخر يعني أسلوب التوزيع الآلي الموسيقي هذا رح يعني يوصل لهم بأسلوب آخر مو الكلاسيكي المعروف سنسعيدة إن شاء الله على المشاهدين وعلى قناة يو تي في وإن شاء الله يا رب نشوفهم بخير دائماً بأفراح وسعادة دائماً أعمال كتير جداً هتشوفوها حاجات مفاجآت حاجات ممكن ما تكونش متخيلينها من زمان قوي ومش بس حاجات قديمة وحاجات حديثة وأكيد هتبقى حلوة جداً لهم هذا اللقطة الضعفة مختلفة يا الله ترجمة نانسي قنقر 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 محمد سجاد قارئ مقام طالب في معاحد درسات موسيقية وعضو في الفرقة الموسيقية تراث الموسيقي يتابع إلى وزارة الثقافة صراحة هذا الكونسيرت هذا الكونسيرت هو حلم أي فنان عراقي خصوصاً أنه العمل يقوده الموسيقار العالمي الأستاذ سالم عبد الكريم فهذا الفرصة الأولى التي تتيح لي أنه أشتغل مع هذا المايستورو وإن شاء الله يا رب تكون الأعمال القادمة أكثر وأكثر وإن شاء الله يكون ناجح هذا الكونسيرت ويوصل إلى العالمية خصوصاً أنه يعني السسمة الفرقة هي فرقة غربية يعني سمفونية غربية وإحنا غناءنا كل شرقي تعرفين البيات كورد لامي أذن المقامات كلها هي تحتاج إلى أربع فهنانا الشغل معه يعني عمل معه السفنفونية يطلب أنه يعني جهد جداً عالي وملاحظة يعني يكون أنه شخص خالي من الأخطاء لأنه اللي قاعد نشتغلهم مو عرب يعني عالميين فلازم أنه نكون حريصين جداً على أن لا يكون خطأ موسيقى 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 فكرة هذا الكونسرت او الاحتفالية السهرة هو الواقع ثلاثة هو ممكن يكون احتفالية حتى بالمعنى التقليدي يكون equal hop باستماعي الاسم للخصف الهدف اكو هدف شخصي وأكو هدف عام انا منتركت Voiraku 1 من 25 سنة الله وفقني وقدرت ان اعمل به أكبر في الهارمونيك سيمفوني أوركسترة بالعالم اللي هي ساكو وقدمنا عروض في أغلب دول العالم اللي هي إلها قيمة كبيرة وهذا طبعاً الحد شيء يعني يمكن سهل الإنسان يقوله لكن صعوبة لما تقدمين في بلد بيتهوفن أو تقدمين في أكبر قاعة بالعالم من يروا إلى ألبرتول أو في إسبانيا أو أو وآخر شيء من يعني في كأس العالم احنا كنا الأوركسترة الوحيدة اللي تم اختيارها من كل نحاء العالم حتى تقدم في كأس العالم قطر 2022 وقطعاً هم اختاروا مولي أن أنا عربي مثلاً لأنه الكفاءة وإلى آخرين دائماً كان عندي حلم أنه أسوف الشيء للعراق بس حكم كوني أنا يعني أعرف واية فكنت بالأساس هو مربوط بفكرة ساكو ساكو هي احنا نقول الشعار معنا نقول بالانجليزي نقول إذا أرجى القيلة في الترجمة تطي هذا المعنى محرفية أقول نحن نعرف الناس بعضهم ببعض فأنا فكرت إنه لو إجينا وسوينا في مناسبة رأس السنة فتفكرة خارج الصندوق أنا دائماً أحب أفكر أفكار غير تقليدية وأجي أسوي أقدم فد ما أرد أقول وجبة لكن أرد أقول أقدم فد شيء دو قيمة عفواً بدون أن أسحم الناس أو أكون ضيف ثقيل عليهم أحاول أن أكون صديق لهم أحاول أن أشاركهم أحاول أن يعني خليني نقول أشعل شمعة بدل أن أتكلم عن لماذا ولماذا ولماذا موسيقى موسيقى طبعا قناة يو تي في منبلشت ببثها لحد هذه اللحظة دائما تختار الأشياء المميزة والمختلفة وأعتقد رأس السنة هذه اختارت اليو تي في شيء مهم جدا 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 يحتاجه كل العراق والتعبير عن الهوية العراقية بشكل حقيقي وبشكل مثالي وأعتقد مشاهدي يو تي في يعرفون جدا سؤاله خليكم إيانا فاصل ونرجع لكم أهلا بكم مشاهدينا ببداية العام الجديد يجدد الناس أمنياتهم بتحقيق أشياء متعددة ورغبات وأهداف وغالبا ما تكون تلك الأهداف مادية مثل إيجاد وظيفة جديدة أفضل من السابقة أو شراء بيت أو سيارة وتحقيق هذا المبتغى المادي ولا يقتصر على التمني والانتظار بل يبدأ من شيء أساسي وهو تنظيم المصاريف المالية تجنبا للإسراف والتبذير خلي نعوف الماضي ونبدأ بداية جديدة سنة الفين واربا وعشرين الصرف اللي صرفناه كله وهذا نخليها على الصفحة ونبدأ بداية اليوم يعني صراحة بهذا الفقرة طريق الإعداد حب أنه يساهم بطريقة وضع الخطة ويعني بحيث حتى اختارينا ضيفة مختصة بالمجال الاقتصادي وشلون نخلي خطة مالية منظمة وتحدد كل التفاصيل وطبعا عندنا مثال أيضا يعني الضيفة عندنا وعدنا مثال اللي هو آية قدرت بهاي السنة تحقق كثير من النجاحات باعتمادها على خطط رئيس مالية زين هسه راح نسولف اليوم على موضوع الخطة وعلى تفاصيلها مع ضيفتنا روعة البدري أنا سهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك هسه صعب الخطة لو سهلة لا ماكو شي صعب لعد ليش يقولون شون بالله الخط شون قدر ما قدر نحن مو قلنا بداية حديثنا نبدي سنة جديدة بأمل جديد تفاعل جديد بوضع خطط جديدة نحدد الهدف اللي احنا نريده يعني كل السنين اللي مضت خليها على صفحة احنا لا مو نخليها على صفحة نستفاد منها حلو شون نستفاد منها نشوف وين الاخفاقات اللي وقعنا بيها أهلا يعني أنا بلشت مشروع جديد أو عدي خطة جديدة للمشروع شون الاخفاقات اللي أنا أعاني من عندها أدرسها أفهمها أكيف نفسي ماديا ومعنويا حتى أبلش بالخطوة الثانية أحدد الهدف القول مانتي اللي أريد أوصله شنو أريد أنا أدخر أوكي لازم أقلل نفقاتي أريد أنا أدخل مشروع جديد أوكي أحدد هدفي شنو مشروعي المن يستهدف يا طبقة طبقة المستهلكين الناس اللي تقدر تشتري بشي قليل رمزي اللي هي الطبقة هسا الحالية يعني من المجتمع العراقي إحنا يعني وصلنا أكو عندنا طبقة كلش عالية وطبقة متوسطة وطبقة تحت المتوسطة وهذا شي نوعا ما جيد يعني أحسن ما يصير طبقة غنية جدا بالمقابل طبقة فقيرة جدا عندنا إحنا باعيس نسبة الفقر موجودة طبعا إحنا وصلنا تحت خط الفقر نعم بالضبط والإحصائيات موجودة يعني مو كلام استرسال قاعد نتكلم به لا إحصائيات موجودة بالنسبة للمكان اللي عايشين بيه مثلا بغداد بغداد كلش غالية بغداد يعني لو تجي تقيسها مقارنة عن بقية محافظات العراق لا بغداد أغلى ليش عاصمة أول شي عاصمة تضخم سكاني أغلبية السكان الموجودين يعني المساحة قليلة عدد سكان شبير لما نتريد تقسمها راح تلقى تضخم كلش عالي إذن التضخم شو راح يسبب هو شن هو التضخم إحنا قدنا بالاقتصاد شن هو التضخم هو ارتفاع بمستوى الأسعار نعم أنا أعرف بس أنه يعني فكرة اليوم الحياة ومتطلباتها اليوم صار البيت يحتاج أكثر من شغلتين وثلاثة وأربعة اليوم البيت ما عاد يحتاج ممكن بس أنه مسواق البيت الكهرباء المي وغيرها من الفواتير الثانية اليوم متطلبات صارته هو يشلوني الشخص يقدر يلبي هذه المتطلبات وهو مطلوب من عنده بالجانب الآخر أنه يكون عنده مصدر أمان آخر اللي هو الادخار شغلة واحدة يحدد نفقاته شقد يصرفه أو يقسم النفقات شنو هو المدخول أنا هسا مدخول عدي شهري عدي مثلا راتب شهري راتب شهري داخل لي أنا هذا الراتب شنو النفقات الأساسية أنا جاي أحكي لك أكون نفقات كمالية سلع كمالية مثلا شرع سيارات أو يعني الخروجات المتتالية المطاعم الأشياء المستهلكة بالنسبة لده والدخل المحدود هذولي أهم فئة مو ده والدخل المفتوح يعني إحنا عدنا مثلا الكاسب الكسبة يوم يدخل لي يوم لا لكن هذا أبو الدخل المحدود أبو الراتب هذا لازم عليه قدي شهر كامل يلا يجي هذا الراتب إذن راح يكون راتبة يعني ما راح يسد النفقات مالته إذا يبقى ما يحدد النفقات الأساسية اللي يريدها جاي والنفقات الكمالية يخليها على صفحة يعني يخلي أو يراوح بين هاية وبين هاية يعني يدخل دخلياً يعني أنا أشتغل شغلتياً أنا عندي مثلاً راتبي وعدي مشروعي أنا عندي راتبي وعدي شغل الثاني فأقدر أدخر من شغل الثاني لأن النفقات الأساسية قسمتها من شغل الأول ليش دائماً؟ أنا البلحة كانت ويا زملائي بالدوام فأقترح عليهم دانسولف قالوا الراتب تأخروا يعني اللي ماشي على كل موظفين دوار الدولة اللي هم ينتظرون شهر بشهر ينزل الراتب فقلت لهم إذا تظلون أنتوا على بس الراتب سنة 24 ما بعدها لسنة 26 الراتب يا دوب يا دوب يكفي قوتكم صحيح شون؟ فتحوا مشاريع فتحوا بيجات ملابس فتحوا الأشياء بيش بيش يعني ماك واحد ما عنده فدهواية ماك واحد ما عنده فدتطلع بس أنا من أريد أفتح برأس مال قليل ما أدخل دخلة قوية لأن أي مشروع أي مشروع كون أحد يسمعني أول ست أشهر سنة هذا مشروع خاسر ما راح يحقق أرباح إلى أن يستقر إلى أن ينعرف إلى أن يستوق جيدا يعني يصير طريقة تسويق المشروعة طريقة حديثة توصل للكل يلا بعدين يحسب أن هو راح يحقق أرباحها ومو أنت ستدرين إحنا هنا مثلا عندنا مشكلة الأجارات غالية مثلا اللي يريد يبلش مشروعه يفكر يدفع أجار يفكر كهرباء يفكر بالكالر هسا إحنا هذه التفاصيل كلها يجوز الأغلب مني سمعتش يعرف يعني يجوز يجوز يعرفون ويأيدوني يأيدوني يعني أنت إذا تحكين على أشياء تمسهم بالضبط شنو الخطة البديلة شنو الخطة اللي ما عدا أنه أنا ما أقدر فرضا أسوي مشروع تاني أنا عندي راتبي وأريد أرتب وضعي على هذا الراتب أقلل نفقاتي أي مثلا أقلل نفقاتي الكمالية أحدد النفقات أدنى نفقات أساسية ونفقات كمالية زي النفقات الكمالية اللي أنا سبق وأنذكرتها يعني أنا ما أقول للإنسان يحرم نفسه لا يعني لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر أخلي الحد الوسط يعني أشوف أنا هذا الشهر شنو الأساس يأدي مثلا عندي نفقات أطفال مدارس نفقات كهرباء وخطوط ومصاريب دراسة وكذا هذا أني أخليلهم هن الأولوية لما أنا أسددهم سأكون مرتاحة نفسيا مستقرة على الشهر اللي بعده أقدر أطلع مرات بك إدخار مبلغ بسيط أو إحنا ما نسمي إدخار لأن الإدخار بصراحة يعني أكو كمية يعني مبلغ أنا من يعني إدخار أستفاد منه ما أعتقد هي راح تبقى الرواتب للإدخار وإنما نقول توفير توفير كحساب توفير أنا أستحلي وأخلي وبنفس الوقت أخلي المصارف راح آني حساب التوفير بيفت فكرة كلش حلوة أشقد آني أخلي مبلغ فراح تكونين مخير تريدين استثمار أو بدون استثمار يعني آني كأنه أوفر فلوسي وهم أشغلها عد المصر هاي هم فكرة لطيفة تقدر الشخص يستفاد منها الإدخار أيضا هو مطلوب مو بس أنه حتى يعني يعني بالنهاية أنه إحنا ما نعرف وين راح نودي بالتالي الإنسان بهاي الحياة هو معرض لكل شي لا سامح الله ممكن أنه معرض بزيارة طبيب أو معرض ليسفر مفاجئ أو كثير من نفقات التفاصيل بس الإدخار هذا يعني لأي مرحلة ممكن يوصل حتى نقدر نسميه هذا إدخار له ممكن إذا زاد عن حده لا يعتبر إذا خلل يمكن هو اقتصد الزياد عن اللزوم شوفي الادخار ما إلي أحد إنت اللي تتحكمين بالكمية اللي تريدين تتدخيرها الاحتيار إحنا شقنا رح نرجع للحلقة الأولى اللي هي شنو تحددين نفقاتك الأساسية اللي هي آني نفقات الأساسية المعيشة بالدرجة الأولى شوفي سيد خلي نكون واضح ويعني صريحين هنا هنا يعني بلدنا أنت تدفعين كل شيء تفهميني؟ إذن تحددين أنا طلعت أجاري طلعت كهربائي لا مو آية تدفع كل شيء آية تستغرب من تقول تدفعين كل شيء لا لا جد والله هذا موضوع أنه تدفع آية تدفع مراهم هي ما تدفع خليها ما تدفع إذن هي سياسة نخذية حقيقية يعني إدخال يعني إحنا من نسافر ندفع هواية ضرائب على هواية تفاصيل يعني حتى فاتورة الأكل أو الفنادق اللي ممكن أنه إحنا حاجزي لها بس ندفع مثلا لا ضريبة على كل شيء أكو ضريبة إحنا هنا يمكن شوية أمورنا أهوا أنه إحنا ما عدنا ضرائب أيضا على كل شيء لا أكو ضريبة هاي سياسة الدولة أنا أقصد الحياة المعيشية سياسة الدولة سياسة نقدية وسياسة مالية الضرائب يعني مفروضة على أن يجوز إحنا ما نحس بيها ليش؟ لأن الضريبة قليلة ما تحسين بالضريبة العالية شوفي ليش أنا إذا أسافر وأروح وأجي أجي مثلها فأريد أرجع هنا تقبل له وسامعتها من نهواي ناس من دكاترة من أساتذة ويايا بالجامعة دائما يقولون ما كوا مثل بلدنا شنون؟ يعني أنت كل الحالات تقدرين تعيشين أنت بس مجرد مجرد تطلعين برا راح تشوفين فرق يعني مو طبيعي فرق بالنقود فرق باستخدامها فرق بالصرف راح تقولين لا أنا عايشة حاليا بنعمة بس اللي يطلع ويرجع يحس بهذا أنا ما جاي مثل المرات من أحتي قالوا وين أنا كويتي هذا الكلام قلت لهم أنا ما جاي دا أقول على الكل لا اللي يطلع ويرجع يحس بهذا لذلك سألتش قبل قليل أنا موضوع الضرائب حلو حسنا وصلنا نتائج جيدة بس أكو ناس تبالغ بال بالإدخار بالإدخار حتى على مستوى الأكل اللي يعني حتى على مستوى حسنا ما أعرف هو يتبالغ لهو هذا الصح أنا مدى أشوف الناس تبالغ أكو وإلا لو الناس تبالغ مو هاي كمية المطاعم المفتوحة أنا عندي صديق لازم أكو قدرة شرائية عندي صديق هسه محدد جدول اللي بتمن هلقة دي غلاس بالأسبوع والله صراحة ذاتش زين هلقة دي غلاس بحيث من يجيهم خطار ويزيد غلاس يصير خلط يصير خلل شي سوي يعوضها خلال فترة يقلل نسبة بحتى أقلت شي شي هذا صح؟ أستاذ بلال أستاذ بلال هذا مو إدخار لعد لا لا هذا ما نسمي إدخار محنة نسمع أحمد هم دايززوج خطيئة هذا ما نسمي إدخار أنا أقعد أقيس أنت الإدخار مفهومة ترى كل شي حلو زين شنو مفهومة؟ مفهومة أنت آخر شي من كل نفقاتك ما تبقى إذا أنت ما تريده وما محتاجه أنا أدخرة أخليه بوقت لما نكون أنا أحتاجه هذا مفهوم الإدخار مو أنا أبخل أكو فرق يعني والله أنا اقتصادي أنا أدخل هلو وهاني أحسب التمن على أهلي هذا بخل والعياذ بالله ليش لأن أنت مو تعالي تدخل تحرم نفسك أحرم أطفالي أحرم عائلتي هذا المواصلة المطلوبة هذا الحرمان راح شي أدي أدي إلى مخاطر ثانية راح يضطرون يمدون إيدهم راح يضطرون يداينون يسرقون يشوفون غير طرق بديلة اللي بالوقت الحالي بالوقت الحالي يعني إحنا قلنا نحكي بس بالتفاؤل ليش لأن إحنا جايين كيوت وسنة جديدة إن شاء الله وبرنامج صباحي وبرنامج صباحي وكل هالناس حلوة ونفسيتها طيبة بس لما تريد تحكي بواقع لا الواقع مختلف تماما الواقع مرير أريد نستغل الوقت آخر شي أكو اختلاف بين شخصين حاليا على موضوع الهدية بالنسبة للمززوجين جدد هو ضمن الصرفيات هذه يعني أحمد هادي عنده رأي ونور الدين اللي هو الزوج قبله هم عنده رأي آخر واحد يقول لازم الهدية تكون تدريجيا تصعد لتطيء أعلى سقف بالهدية وتدرج بالصعود واحد يقول لا أنت عادي من البداية بلش عندك هدية غالية تطيها من البداية هي شنو مفهوم الهدية تحكين قبل له هسه لا هي مفهوم الهدية مفهوم الهدية أنا أريد أهدي لك هدية هي شنو الهدية فلوس يعني بها في شي قيمة لازم قيمة لها هي هدية شوف أنت تقديرك وحبك لهذا الشخص حبيت تفرحها حبيت تزرع به فرحة وتقدير واحترام أمام المجتمع أمام أهله ناسه إن فلان قدرني زين إذا فلان حالته على قدة أني أجبرة يجيب لي هدية أقوى من حالته يعني لا هذا وين الحب وين التقدير الهدية كل من ذكرني المهم شوف بأي شي يعني بصير شوف أهلنا أهلنا أهل قبل يعني أمثالهم جدا رائع ولما إحنا كبرنا أشوف الأمثال جد واقعية أكو مثل دائما أسمع الله يرحمه بي بي تي تقول تذكرني ما احتقرني حلو يعني شنو يعني قدرني يعني أنا أجيت على بالي هاي تختلف أما تريد تهدي له فلوس جوز تريد الساعدة تريد أنت توقف حتى البوكي بي فلوس بوكي الورد أغلب شوف باو ليش فلوس أنا أفضل هدي فلوس حتى يتصرف بيها أنا أقول الشخص هو يعرف شنو لعدة وشنو ما عنده يجوز هاي الفلوس تفيده في وقت آخر يعني صحيح يجوز هاي الفلوس راح تسد الدديا يعني مرفض أزمة مالية تعرف زواج لها المناسبات هو ممكن يعني إذا أردنا أنه إحنا ناخذ هدية أو نريد ممكن أنه نسوي فعالية مع شخص آخر هذا الموضوع ناخذ من قاصة الهدخار أقولكم صدق تمام المصروف الآخر هاي تبقى يمن اجابة هدية آية يعني إذا عندي فلوس أنطي نور الدين الزوج سوى هدخار أو هدخار نور الدين أكبر من الهدية راحتنا إلى ما تجيب هدية لا يجوز جايبة لا بشي حضرت يجوز جايبة يجوز خالفة يجوز بينها وبين نور وما تريد تقول يعني مو صحيح ما تريد يعني تبين أمام الكل حسب بعد حسب الشخص إحنا لا نصدر أحكامنا المسبقة علي مو صحيح بدأ نتهم مطلوب هدية التحدو سوفت هدية زينا اتدخر منك ومنها وانطلوب بما أن احنا ادخار واستثمار ما حنش ينبي احنا جداً ساعدين بوجودة ست روعة والحديث شكراً جزيلاً شكراً على الاستضافة شكراً لكم يعني صراحة أنتي عندي شم التزامات عبتيها وجيتي شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً إذن آيد راح تروح فاصل مدائد أنصح الناس أنهم يتدخرون يلاً نصح أنت أهل النصيحة السنة الجديدة القادمة إن شاء الله أتمنى لكم سنة حلوة وأكيد سنة يعني مليئة بالإدخاب لا أريد أن نكون في المصلاحات العامية أتمنى لكم أكيد سنة تكون هي شي مفرعها بكل التفاصل تخص المال مشاهدين باقي يوم كمين وياكم وراح اروح الفاصل من وجهاتكم أهلاً بكم مشاهدين وصلنا إياكم إلى تواصل مع آخر وأهم الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي أول أخبارنا من تواصل نروح بيها إلى مدينة أربيل والمناطق التي تحدها وهي التي تشهد هذه الأيام موجة برد قارس وأمطار متوسطة ما سببت بتصابط الثلوج هناك بكميات كبيرة وكان لمنطقة الحاج عمران الحدودية نصيب وافر من هذه الثلوج التي غطت شوارعها وألقت بظلالها على البيوت هناك مما أعطت منظر شتاء مميز بالتزامن مع أجواء الاحتفال ونهاية هذا العام نتابع الفيديو أصبحت المغنية السورية أصالة نصري في صدارة الترند خلال هذه الأيام بعدما استقبلت أول أحفادها من ابنتها شام حيث نشرت أصالة عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي صورة وعلقت عليها قال الحمد لله الذي وهبني حفيدة الأولى والتي أسميناها جيهان وعبرت أصالة عن مدى سعادتها بقدم حفيدتها الأولى إلى الحياة مزمنية لها مجموعة من الدعوات لتختم المنشور بوصفها لابنتها شام قال إنها ابنة روحها ودنياها وفخرها وكانت شام قد نشرت في وقت سابق جلسة تصوير ترتدي فيها فستانا ورديا شاركت به المتابعين حملها الأول طبعا نتصدر موقع أو مقطع للفيديو منصة التواصل الاجتماعي يظهر باللقاء اللي يجمع المثلة المصرية ياسمين صبري مع النجم الأمريكي جوني ديم خلال حفل افتتاح مهرجان البحر السينمائي الأحمر حيث ظهر أثنائي وهم يتبادلان الحديث بانسجام وتساءل مدونون عن طبيعة العلاقة التي تربطهم ببعض وبعد الضغوطات التي تعرضت أصدق يقول لك أحب وحجي وكره وحجي هذا الخبر ما الواحد يعني أريد مشاكل يعني بعد الضغوطات التي تعرضت لها ياسمين صبري من جمهورها قالت إنها جوني ديب إنسان طيب وتواضع جدا ولديه روح فكاهية وأوضحت يا سمين إنها تكلمت مع جوني عن علاقته السابقة بطريقته أمبر هيرت ثم انتهى الحديث بينهما لتابع الفيديو والله والله آية حجة تخوش حجاية قالت يا شعليها بطريقته يعني ليش شو كنت تسئلة عن طريقته ليش هذا الموضع بالذات والله صح هوش يعني التفاتع بضيحة ليش مسئلة عن أعمال القادمة مثلا المفروض هم فنانين عن الشغل مو عن الحياة الخاصة بضبط وهذا اندل على شيء اعتدنا أن نرى الشخصية الخيالية بابا نويل أو سانتا كلوز يتجول وينشر البهجة بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية لكن الشرطة في دول بيرو أو دولة بيرو استغلت ذلك القبض على أحصابها تتاجر بالمخدرات يعني لبسوا بابا نويل وراحوا بكبسة مرتبة على عصابة مخدرات ويظهر بالمقطع اللي نشرته الشرطة البيروفية ضابط يرتدي ملابس بابا نويل وهو يقبض على أحد المتهمين الضابط قرر التنكر بملابس بابا نويل والدخول إلى منطقة تنتشر فيها عصابات المتاجرة بالمخدرات كي لا يلاحظه أحد أو يشك فيه والخطة تكللت بالنجاح كما إنها ليست الأولى من نوعها في تلك البلاد نتابع هذا الفيديو منذ سنوات قليلة أعلن الاتحاد العراقي للركبي وهي رياضة ميدانية جماعية عن تشكيل المنتخب النسائي لتوسيع رقعة ممارسة اللعبة وتمثيل العراق بالألعاب الدولية وزاد عدد الفرق النسائية وتم تطوير مستوياتهم وتم بناء جيل جديد لرفض المنتخبات الوطنية ضيفة مهمة ويانا بهذا الفقر النسوة العراقيات أثبتنا إمكانيتهم الرياضية الناجحة وبرزت منهن أسماء مهمة وهذا يفتح الباب لمناقشة أهمية الثقافة الرياضية في حياة المرأة وما هي العكاسات ذلك على حياتها من جوانب مختلفة حديثنا سيكون مع ضيفتنا مدربة المنتخب الوطني لرياضة الركبي للنساء طيبة أهلا وسهلا جيدك أهلا وسهلا صباح الخير عليكم أهلا بيش لما نتحدث عن الرياضات أو أنواع الرياضات التي تخص النساء فنحن نتحدث عن أشياء جديدة ممكن تصير وأكيد نصدط الضوء عليها شنو أخبار رياضة الركبي وين وصل بها الحال مرورا بهذا العام الركبي رياضة كلش قوية مثل ما تعرفوا أنه هي قبل أكثر من عشرين عام أنه طلعت بغير دول إحنا جنا لجنة يعني ما جنا أصلا اتحاد فصارنا تقريبا سنتيا صرنا اتحاد بس حلو داخل العراق داخل العراق عندنا فريق أنت حضرتش مدربة أنا مدربة اللياقة البدنية للمنتخب النسوي حلو يعني بصراحة خذل support يعني أنا ليس مدربة اللعبة أعرف اللياقة البدنية بس أريد أعرف ويا اللياقة أهم شي بهذا اللعب أهم شي طبعا اللعبة تعتمد على القوة قوة وعى اللياقة البدنية شونا شوفين بناتنا يعني قادرات على المنافسة قوة وهيье شي أكيد اللعبة مو سهلة يعني لعبتنا تحتاج قوة وتحتاج لياقة فإحنا بدينا من الصفر طورنا 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 الحد ما الحمد لله شاركنا بطولة غرب آسيا قطر السنين يعني الدول البقية إنه ياخذون تراي كل ثلاث سنين أربعة سنين إحنا من أول بطولة أخذنا تراي لعبة زينة كانت حقنا بيها نجاح والقادم أفضل إن شاء الله الأماكن الخاصة بالتدريب وهذه اللعبة متوفرة يعني أكيد نتوفرة إحنا لدينا جامعة بغداد ملعب كلية تربية رياضية حلو دمريننا يكون كل شيء مبكر يعني تقريب سبعة لربعة صباحة إحنا نبلج دمرين حلو عدنا تمارين أيضا بالجيم كل شيء قد تكون فترة التمارين إحنا حاليا 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 إحنا ما قاعدنا تمارين ليش؟ بسبب إنه لاعبات عدهم أوكي إحنا بعدنا يعني ما عدنا بطولة قادمة يعني هسه حاليا لأن ما تخبق بطولة بالضبط فإحنا حاليا موقفين التمرين زين زين هو أعتقد كل رياضة يحتاج لها دوري صح؟ أكيد إحنا ما عدنا دوري لا عدنا دوري عدنا دوري عدنا دوري حلو من هو يشارك بي يعني عدنا عندية من ركبي؟ إحنا ما عدنا عندية بس إحنا بيناتنا نسوي فرق حلو تعتبروه دوري؟ بالضبط حتى يصير أكو منافسة بالضبط التطور بالضبط ما صار احتكاك ببلدان أخرى؟ أكيد يصور احتكاك يعني يعني ما رحتو جبتوا مدرب أو رحتو معسكر تدريبي إحنا المدرب مالتنا مال فريق يعني مال العراق مدرب إيراني أكيد هو مدرب المهارة كابتن حميد وآني مدربته مالياقة آني بالنسوي دا أحكي لك مدى أحكي لك عن رجالي إي لا نسوي إحنا دا نحكي إي فهو إحنا مدربنا إيراني يعني هو الموضوع يفرح بصراحة إنه عندنا بنات يقدرون يغطون هذه الرياضات الصعبة أكيد يعني هسا إحنا أسماء مهمة عندنا بالرياضة النسوية بس اليوم الركبي شوية رياضة صعبة ويرادلة وجديدة وجديدة يعني كل تفاصيلها غريبة أحنا كانت ما معترف بها أصلا هنا جديدة داخل العراق بالضبط كان اتحاد يعني قصدي ما كان اتحاد كانت لجنة بعدين إنه صارت اتحاد صارت تقريبا سنتين إحنا من 2017 إحنا جننا لجنة نعم فنلعب وتمارين وهاي بدون أريد أعرف إذا أكو رغبة عند يعني أغلب البنات بوجودهم بهذه الرياضة شنو الشروط والمعايير هل ممكن إنه لازم هي تكون طالبة بكلية تربية الرياضية لو شنو التفاصيل مو شرط أنتو طالبة الأعمار اللياقة وغيرها من هالأخرين بس خلت تجي أكيد لا لا من هالدرجة إي يعني أي رياضة أو أي مجال لما يكون بدايته شوفهم مهندسات دكتورات بس هما مجالهم الرياضة كلش قوي كلش ممكن طبيعي يعني بالعكس هو يحتضن كل الطاقات يعني لازم بس إحنا نفضل اللي من صلفنا التربية الرياضية أكيد أغلب شيهم ساحة والميدان توجهوهم أكيد ساحة والميدان متوقعته هواية من الساحة والميدان هما جون إحنا مناخد سبب كلهم مشاكل بعدين على العموم أريد أعرف أنت اليوم بما أنه أنت حاضرتك مدربة أصلا اللياقة البدنية الجماعة اليوم انتشرت النسائية صح وأكوا يسمون نفسهم مدربات صراحة صحيح يعني رأيتش بس أريد أعرف غرض الشهرة إيمو هاي مشكلة يعني خطية يعني ترى الجيم هس الرجال بغلا يتحمل الأخطاء صحيح بس البنية صعبة يعني جسمها يتعرض لأخطاء وإصابات وهي يعني كائن لطيف وترف موما شد عبلي والله أنا هذا الموضوع أنه يعني يوقفون بوجهي أصحاب القاعات هم المفروض يجيبون ناس خبرة يعني أنا ما أجي أجي أقول أنا مدربة لازم أنا أشوف الكورس لازم أنا أشوف أحد يمرين قدامي أنا مو أعلم الشخص ودير وجهي رأساً أنا مو أدري بيش سوا ما سوا جس سوا حركة غلط زين هاي الإصابة يعني مو سهلة طبعاً هساً أنا كمدربة أنا أشوف العمر أشوف الوزن أشوف الطول أشوف الإصابات والأمراض اللي عند الشخص أنا ما أكتب كورس هيتشي إنه أنا يجيني شخص أكتب لك كورس مباشر لا هاي التفاصيل كلها أنا لازم أعرفها واشوف الشخص هو شنو يريد الجسمه وشنو يحتاجه هدفه بالضبط وأكيد تفاصيل العمر والوزن والطول كل هذه الأمور تأخذ بعين الاعتبار أكيد هو أنا هساً أقول إنه أنا ما أكتب كورس هيتشي يعني لازم مدروس لازم بالضبط طيب لما نتحدث اليوم عن اهتمام السيدات أو النساء بشكل عام بأنواع رياضات هذه الرياضات حلوة ومهمة لكن بالمقابل البنائي من تفكر تتحصل لياقة تقول أني أروح للجمعة مرن اليوم لازم أكو شي يجذب البنية أو المرأة حتى تروح تمارس هذه نوع الرياضات شو دائما نقول المرأة تعمل ما تحب بالضبط يعني أنا كلش أحترم الإنسان الرياضية الناجحة اللي بأي مكان كانت بأي مكان يعني مو شرط أنه هاي القاعة نسائية هاي القاعة مختلطة يعني هو ماكو ماكو فرق شايفة أنه واحد هو راح يدي يتمرن يحسن من لياقته هو عدا هدف ترى هو مو إلا هي تكون رياضية بالمعنى لا بأي إنسان تقدر تروح تتمرن وتمارس بالضبط جزء من اللايف ستايل أنا كلش أحترم بالإنسان اللي يمارس الرياضة فراحة لأنه أول شيء تحسن طاقتك لياقة يعني حلو زينا أكو مكتوب البيلات شنو هذا؟ تمارين تقوية عضلات إيه سولفنا عليها؟ تمارين مقاومة شو سولف لك؟ إيه تمارينة شنو هذا؟ هي تمارين تقوية عضلات يعني يعني مثل كراسفت؟ لا شنو الفرق؟ هاي تمارين تقريبا مقاومة يعني دائما ناخذها للأفخاد للحوض للظهر يعني تمارين مقاومة تقوية عضلات شنو همو بس تقوية عضلات لا هي هاي تمارين شنو أقوم أسألك التمرين لا يعني قصدي هدفها يمكن شكلهم أكيد تحسن من اللياقة البدنية تخفف من آلام المفاصل ما العلاقة بشكل؟ يا شكل؟ شكل الجسم يعني أعتقد هما يبحثون عن شكل لا أكيد همت خسرك وزن يعني ايه يعني هاي بيها فوائد حلو بس ما تحبين تحسين عليها شنو آني أسرار هاي أسرار المهنة ايه ممكن يعني أكو مدرب يحتفظ بأسرار لا لا بالعكس يعني بس هي كلش مهمة هاي تمارين آني كلش أحب أستخدمها بما أنه آني مدربة اللياقة فهي أصلا هم لازم قروب؟ من اللياقة مشرط لو عادي فردي مشرط لا هي رياضة يقدر سوي بأي وقت قبل ما نختم حديثنا نصائحة أخيرة لكل البنات اللي يحبون أنهما يمارسون هذا النوع من الرياضة أو أيضا للتوجه إلى صلاة الجم بما أنه أنا مدربة منتخب لياقة بدنية نعم فأني دائما أحب البنية الفتل السلم أبدا ما أنصح يعني هو قلت لك أنه أكو هواي نساء أنه يتجهون لكمال الأجسام أي العضاء بالضبط فأني أبد ما أنصح أحس تفقد الأنوثة صحي بس تبقى هي حرية أكيد حرية بس ما أعتقدوا الرجل راح يباو على إنسان ضخم يعني دائما نحبه شوي نوت بالنهاية هي أكيد أدواق تختلف وممكن توجهات تختلف وشخصيات تختلف والبيئة أيضا لها دور ونحترم الجميع شكرا جزيلا لإلتش كابتن شكرا لكم تمنى على شكل التوفير شكرا تسلم لي شكرا إلتش مشاهدين باقينا ومكملين وياكم راح أروح إلى فاصل قصير ونرجع لكم أقول ليش بخليني آني في اعتبارك وشراكة بالموضوع طبعا تحرص النساء على الاهتمام طبعا هذا شيء مهم أنه النساء يحرصون على مظهرهم بكل وقت وخاصة مع اقتراب السنة الجديدة لأنه تكثر بهذا الوقت المناسبات والأفراح ولكن إلى الآن بعض النساء عندهم أخطاء بتطبيق الأسلوب الصح من يخلون الميكا برغم أنه أكو تيتريالات هواية كلش موجودة بالسوشال ميديا ممكن يتعلمون من عندها سواء كانت عالمية أو عربية أو عراقية الشتاء يحتاج الشتاء يسأل الآن نساء أنه إلى مكياج شتوي مختلف عن الأوقات السابر لتخص البشرة والميكاوب مع ضيفتنا اليوم في الستوديو المهتمل بالتجميل والميكاوب شروق التميمي أهلا وسهلا بيتش أهلا وسهلا بيتش اللي هو صحة البشرة خلينا نبلش من أول نقطة اللي هو صحة البشرة قبل الميكاوب الميكاوب اليوم البنات يعني شون لازم يبلشون صحة بشرتهم يعني أنه يعتنون بالبشرة أكثر هاي النقطة لها فتشي كلش حلو بالميكاوب زين يعني إذا هي معتنية ببشرتها كل الزين من ترطيب من سيروم يعني نظارة البشرة ما تتعب بالميكاوب فعلا كل هذه خطوات تحضيرية أي ما تحتاج فول كفر ما تحتاج خاف عيوب هواية عرفتي شون البشرة تكون رطبة نظارتها حلوة فهنا راح السحل علينا هواي شغلات حلو زين هس إحنا راح نجي للمشاكل اللي تعاني من عدها الماكيرة مرة ومرة المتذوق أكوناس تريد تبالغ بالميكاوب وإحنا بالـ 2024 راح ندخل المخروض هس اللي وصلوا لـ لا هي مو بس تبالغ لا مو بس تبالغ أكو فقرة أنه تجيب صورة موديل تريد نفسها أريداني أطلحها قلت أشوف أنا أقدر سويش ميكاوب سأم أقدر سويش عملية التجميل هنا صح يعني شنو يعني تجيب لي مثلا أي موديل نسوي لها ميكاوب أريد هذا الميكاوب أنت من تجي للموديل وتجي ملامحها راح تكون تختلف جوز هي أجمل ويلوق لها غير شي أحلى بس أن تكون قافلة لا إلا هاي إلا هاي الفيحة والألوان بالنسبة للألوان من يحدد هي أنا أحدد وأكو هم يحددون مثل أريد نودات أريد سموكي أريد ورديات هاي بس التكنيك يبقى يمي زين أو إذا تختار شي ما يوالم بشرتها أو ما يوالم كمظهر أوفت شي هنا أجاني أقنع بعد شاطارتي إنه هذا الشي أحلى أوفت شي المبادغة بالميكوب أو بتحديد ملامح الوجه واستخدام ألوان يعني أكثر من لونين أكثر من لونين منطقة واحدة هذه الأمور هي صارت نوعا ما تعتبر أنيقة و جميلة عند البعض بأعتبار أكو أختلاف أذواق بالميكوب شوفوا هسا حاليا بهاي الفترة تعرفين البنات بدأوا يميلون للشي السيمبل يعني هدوء هدوء بالضبط السوشال ميديا أثرت وتعرفين أكثر شي العرائس هسا العرائس كل يدورون نو ميكوب حلو يعني ميكوب أو نو ميكوب يعني سوى عرفت شون يعني أنه تبرز ملامحها الألوان تختارها تبدأ ما إلا على الهدوء يعني شوية خلصنا من هاي الألوان الغامقة بس يم هي جميلة جدا هي جميلة جدا وأكيد حسب الطلب ومو بس هيش أنه هي يعني ما تكون حلوة على كل بنية بالتالي الشخص اللي ممكن أنه هي نفذها بالألوان ومندمج وغيرها من التفاصيل هي تختلف من شخص إلى آخر صح؟ ايه أكيد يعني خلأ أقول لك أكثرية ميلياردون ميكياد شوية أوبر الكبار بالسن بعدهم على يحبون يحبون يرجعهم للأيام القديمة بس خلأ أقول لك سيد شغلة الكبار بالسن عادة بهمهم كل شيء كبار بس كفي أنه تكون أم العروس مثلا أو عمتها وهاي من تختار شوية أطوخ أطوخ هذا رح يلوقلها مو ما يلوقلها ليش حلو لأن بتجفن رح تكون جفن مصافي مثل البنية الشاربة شوية تكون أدها تجاعي يحتاج فهاي الألوان الغامقة عدي رح تخفيلي وما رح الفاتحة رح تبرزها أكثر صح زين فهي أنا أحتي لك طريقتي هزا حنا نريد نعرف الأخطاء شنو تشوفين أخطاء بالمعكة بصير مرات أنت يعني تقلبين ودى شوفين وهذا شنو تعتبرين أكو أخطاء سائدة يتبعوها يعني مو كلها مو كلها إنه هاي دائما يعني بأي جلسة أو بأي شي يختارون إنه العين تكون مفتوحة وهاي السحبة القوية زين بس هسا ماكو هسا يعني شون أقول لك قسم داي يبقون على نفس الوضعية إنه ميكب أوفر إن مفتوحة اللي بناية رح تبدأني أكثر اي وقسم لا بدأوا يطلعون أكثر إنه خفيف نود لاينر بدأوا يستغنون عنها زين من أصعب أم العريس لو أم العروس لا ما ما حس أكون صعبة بيناتهم لأنني أكثر شي تجين أم العريس أكثر شي أكثر أم العروس من اللي يدخل بالعروس اللي يدخل بالعروس خواتها خواتها صديقاتها والله هذا مايأثر عليك مو مايأثر بس أنا أثر هواي عليه بس اتجهت الشغلة وحدة إنه العروس واحد هاريتها يا أمي دوق هلين يجون مثل أختها تريد شي وصديقتها تريد شي وهي تريد شي فأنا يقولهم هل سأنا على رأي منه أمشي خلنا نتفق خلنا نتفق حتى أمشي ورا أو تخلوها على دوق رح يطلع بعد أحلة لأنني أعرف الملامح أعرف شي يلوق لها أعرف يا ألوان صح فهي الإختلافات هواي تمر علي والأعمار أيضا لها دور ممكن نزال عروس وهذا هي ممكن يعني ببداية العشرينات أو نهاية العشرينات هذي تفاصل 16 يجوني يجوني صغار همه شكال 15 16 آخر واحدة كانت 2007 ما عرفت كيف تعمرها 2007 2003 يعني 16 16 أي يجوني هي أعمار بعد يكونوا بيبي فيس ها شون تخليلها ميكا أخليها خفيف كل شي لأن هي حلوة يعني بعدها طفلة والبشرة هي تشي قزاز فعلا صافية وهاي الميكا بيطلع عليها حلو بس رح يكبرها صح ورغاية مشكلة مش قد ما تخلين هادئ رح تبين أكبر من عمرها هي هاي الفكرة من التكنيك الصحيح أنه إحنا ما نتلاعب بملامح الوجه لدرجة أنه إحنا نغيرها ونحافظ على ملامح البنية أو السيدة هذا الموضوع وش قد هو مهم ولازم أغلب البنات يعرفوا أنه الميكا ما لازم يغير وجهك أو يغير ملامح وجهك عفوا آآ 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 آ� هو يقولون هميقية هاي احمد هادي يعرف جدا شوالي شوف انا احتي ممتصنع والله انا احتي كواقع حالي لا لا حلو كلش حلو فهره هو الاحتي ممتصنعي شوف على الرسم انه مو ورقه على الرسم انا اقصد انه الوجه ملامح ابرز الملامح الحلوة فمو اجي اسوى الوانه هو هذا دور المفروض ايه هو الشي الصح انه تبرز الملامح الحلوة كلش ممتاز اليوم الشتاء والصيف اكيد كل واحد من عندهم الى الوانه الخاصة والى الموضع الخاصة هذا الموضوع مأخوذ بعين الاعتبار من انت شخصيا ومن السبونة ايضا يعني اذا كان عرصها ممكن بالصيف يختلف اكيد عن العروس اللي عرصها بالشتاء اكيد ما اخوذ بعين الاعتبار ليش لان انا بالصيف اميل للالوان الفاتحة فاتحة كلش بالشتاء ادي اقنع اقول اخلي مثلا النود شوي خلي جوزي لان هسه الشتاء والشتاء يتحمل شوي الوان غامقة بالترابيات بالجوزيات الالوان مفضلة عدي احسها كلش حلوة تطلع الوجه حلوة بس مو اجي غامق غامق مارونة احمراء لا ومو دائما مو دائما قليل قليل يعني اكثر شين غير نتلاعب بالحمراء رسمة العين شوية نهدئها نطوق الحمراء هيتشي اشقد الوقت يحتاج الميكاب؟ من ماكر الماكر اختلف الوقت يعني تقريبا يعني انا اقدر اسوي لك زبونة لا مو اني مو اني انا انا اذا اقولك انا انا اقدر اسوي زبونة مثلك انت مدير واني موظفة عرفت شون دا ابيين لك انا اقدر اسوي لك زبونة بعشر دقائق واقدر اسوي زبونة بساعة شلون؟ حسب مستعجلة حبيبتي اقدر اسويها بسرعة مستعجلة اقعد اشرب قهوة وياها نسول في شوية بس هو بنفس النتيجة كتكنيج عامة يعني نصاعة واقل اي حل يعني التفاصيل اللي تخص الميكاب والسيدات كثيرة صراحة وحلوة ومهمة احنا نشكرش جدا نشكر وجودك ونتمنالك كل التوفيق شكرا جزيلا ادتش شكرا جزيلا اذن مشاهدينا هذه الايام الاخيرة تفصلنا عن الفين واربع وعشرين نتمنى انه نعيشها بسلام وامان ونتمنى التوفيق للجميع نقولكم مع السلامة في امان لله مشاهدينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة